على الرغم من أن الانتخابات المبكرة تمثل أحد أبرز مطالب التظاهرات الاحتجاجية إلا أن قوى رئيسة منبثقة من الانتفاضة قررت عدم خوض السباق الانتخابي بسبب الشكوك التي تحيط بنزاهتها ولا يتوقع السياسيون والمراقبون ومعهم ثوار تشرين إجراء انتخابات نزيهة في العراق بسبب السلاح المنفلت والمال السياسي فقط وإنما لأن عددا من القوى السياسية المتنفذة حاليا تحوز على أكثر من مليون بطاقة إلكترونية من الانتخابات السابقة مع إمكانية أن يعاد استخدامها في الانتخابات المبكرة ومع تأكيدات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بعدم صحة الأمر إلا أن على الحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحصر السلاح بيد الدولة بما يشجع على مشاركة فعالة من الناخبين وستنتج الانتخابات المقبلة المقرر إجراءها في أكتوبر المقبل حكومة قد تكون مختلفة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي وسط شكوك حول مدى إمكانية إجرائها في ظل شروط النزاهة والشفافية ويكمن الحل الأمثل للحد من التزوير بإقناع الرأي العام والمجتمع بمشاركة واسعة في التصويت يكون ركزتها الشباب بين سمن الثامن عشر والثلاثين عاما كون الشباب يشكلون نحو ستين بالمئة من سكان العراق ووفقا لتحليل قدمه معهد السلام الأمريكي فإن أسبابا عدم شروط النزاهة والشفافية في انتخابات العراق تتمثل باستمرار الأحزاب السياسية نفسها في استخدام مجموعاتها المسلحة إضافة إلى الفساد الذي لا يزال يعيق أجهزة إنفاد القانون ويمنع استقرار البلاد التحليل أشار أيضا إلى أن مرتكبي الاغتيالات السياسية التي شهدها العراق خلال السنة الأخيرة لا يزالون بلا عقاب مما يفتح الباب لمزيد من عدم استتباب الأمن وعلى الرغم من محاولات الحكومة إعطاء الأولوية للتحقيق في حوادث إطلاق النار والتي أصفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف من المتظاهرين منذ أكتوبر 2019 لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لتحديد الجناة أو القبض عليهم أو مقاضاتهم تحديد الجناة